عبر عدد من السكان في مدينة كيفا عاصمة ولاية العصابة عن تذمينهم لزيارة المفاجئة التي أدها رئيس الجمهورية مؤخرا لبعض المنشآت الصحية في العاصمة نتابع فيما يلي عينة من أراء المواطن هناك إلى مركز الاستطباب بكيفا وصلت أصداء تعليمات وتوجهات رئيس الجمهورية الحاضة على ترقية قطاع الصحة وتقديم خدمات صحية نوعية للمواطنين ما خلق انطباعا لدى مراجعي المستشفى بأن صحة المواطني أولوية لدى السلطات العليا في البلد هناك بالميزانيات مثلا في موريتان قطاع الصحة هناك بالميزانيات دولة ما يبقى أخير شيء تبني الأطباب وتكون للطباب فهم عناية يقار فهم ملاحظة بسيطة طالبينها من القطاع المعني أن يخفوا إجراءاتها للمواطني طبعا متابعة رئيس الجمهورية أيضا للطواقم الطبية تعطي نقلة نوعية للطب يعودوا يحضروا في الوقت ويعودوا يتفاعلوا مع الناس كاملة واحد الضعيف والقووي إجراءاتها الصارمة يعدلوها بالسرعة حد شكم من لدوية للماء خالقة حد شكم من لدارة للماء تقسل الآن السابعة وعندها برمانات تعدلها لهذه الإكلام هذا حد يبقى يقول شيء ما هو اللي واقع هذا المجال شاكلنا فيه الدولة وشاكلنا به خاصة الرئيس الجمهورية اللي أعطي اهتمام شفتوا الليلة هذه في التلفزة أعطي اهتمام لقضية ذو المرضى وقضي أعطي اهتمام ذو الشعب يمثل تسريع الإجراءات المتبعة تمهيدا لولوج المريض إلى الخدمة الصحية أبرز ما طالب من التقيناهم من رواد المستشفى الذي تشهد مختلف أقسامه إقبالا كبيرا مما سبب ضغطا يتجلى في مظاهر الاكتراضي في كافة أجنحته تقريبا نبقي وسيلة ندخل بها على الطبيب جايه من معاه جايه من بعيد وعاجز عن لقوف وتروف هذه أخبار ما عندي شيء ما هو فحوص يامس عندي مجدحانا للطبيب اللي يالتين يقول يكتب لي لها اللي مريض يستعمل ما هذا يجابره يلما هو يوم الثلاثة لجاء مركز الاستطباب بكيفة واحد من الأقطاب الاستشفائية في الوطن التي تعكس مدى اهتمام الدولة بصحة المواطن من خلال ما يوفره من خدمات صحية واستشفائية رصدت لها الإمكانات البشرية واللوجستية اللازمة حيث يوفر المستشفى عديد التخصصات الطبية ما جعله قبلة للمرضى الوافدين من مختلف مقاطعات الولايات ومن الولايات المجاورة يتوفر المستشفى على معظم الآليات اللي الضرورية لتشغيله فيه يعمل فيه طاقم طبي طاقم طبية قوامها 170 عامل بتقريباً 9 تخصصات فيه تخصصات بالقلب وفيه الأطفال وفيه النساء وفيه العصاب وفيه العيون وفيه الأسنان وفيه معظم التخصصات حكماً موجودة الضرورية للمستشفى من مثله عنده بعض المعوقات هذه المعوقات تتمثل في التهالك البنى التحتية اللي يشتغل به حكماً عادة متهالكة ولا أودالها من صيانة والله عادة تأهيدة للأصح هنا في مستشفى مدينة كيفا أنعشت زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة آمال المواطنين في تحسين أداء القطاع الصحي بما يضمن توفير خدمات صحية واستشفائية أفضل عبدالله صوفي قناة الموريتانية مدينة كيفا